هقول لك سؤال عام جداً بس هقولولك نقلاً عن مشجع الكرة في مصر شامين وانا معاه احنا مش مبسوطين بالكرة في مصر حراك مبسوطة اقولك وانت عارفنا ان انا بابقى صريح صح لما تيجي تخطط لكرة القدم هتبدأ من فوق او لا تبدأ من تحت من كل حاجة من فوق او من تحت هقولك بس عشان تخطط صح القاعدة بتجيبها من تحت من قطعات الناشئية من المدربين احنا جينا انا هسأل تكمل لما قدتك من فوق لتحت ليه نوفي رقية تانية يقولك والله لو الادارة من فوق فاحسن احوالها كل حاجة تحت هتبقى سليمة انت فوق بتحاول ان انت تنتقي الاجهزة الفنية اللي على الاعلى مستوى تشغل مع المنتخبات عشان تحقق نتائج لكن مش هتعلم لعيب كبير ازاي يستلم كورة ازاي يجيبك مش هتعلم مش هتنظم المسابقات وبالتالي فيما هو يعني دون القطاعات الناشئين المنتخبات اللي فوقت زي ما انت شفت احنا جينا اول ما تم انتخبنا كنا على طول في بطولة كاس الانوفرقية في الكاميرون اللي وصلنا فيها للدور النهائي وده مش هنحسابه نفسنا برضو الناس اللي كانوا موجودين قبلنا انا مش حاجي في يوم اوصل النهائي اقول لك انا العام صحيح مش هتستنى الفشل اكتر مش عاوز اقول فشل يعني في عدم التوفيق خلينا اقول عدم التوفيق استعنى بعد كده بمستر فيتوريا الراجل زي ما انت شفت كان ماشي كويس جدا سواء كان في التصفيات الافرقية او في التصفيات كاس العالم لكن الخريطة كلها اتغيرت في كاس الامر مش على مصر الوحدة اتغيرت لغانا اتغيرت للجزائر اتغيرت للمغرب اتغيرت لتونس اتغيرت لمنتخبات كبيرة جدا خرجت من الادوار الاولى مش الادوار التانية كمان وشفنا منتخبات زي كافردي زي موريتانيا زي غينيا لسواء منتخبات ما كانتش يعني في القرى في قرة القدم معروفة لكن لاناها هي اللي طلعت للصفوف الاولى وبناء عليه برضو اشتغلنا تاني للعنصر الوطني وجبنا كابتون حسام حسن واحد من المشهود اللي هم بالجفاء احنا شغالين ان شاء الله على خط واحد ان احنا نصل لكاس العالم البعض كان يقولك ايه المجموعة اللي احنا موجودين فيها نوصل لو احنا نايمين وفيش حاجة اسمها في قرة القدم نايمين طبعا خالص طبعا احنا شفنا المنتخبات الصغيرة في كاس الامم عملت ازاي في التصفيات الحالية في كاس العالم الملائي نيجيريا وصيف كاس الامم عندها ثلاث نقط صحيح ومن اللي عليها في الاول وبعدين هنروح بعيد ليه ده احنا معزمناش في التصفيات على مدار تاريخنا غير المنتخبات الصغيرة او يعني ما تسمى بالصغيرة هاي دي اللي بهدلتنا وهي دي اللي خرجتنا من التصوات تمام فاحنا دلوقتي ان شاء الله بيزن الله شغالين على كاس العالم شغالين على مش الوصول لكاس الامم ان شاء الله بيزن الله المنافسة وبقوة على كاس الامم مقادمة في المغرب عندنا نثقة كبيرة جدا في جاس فني وطني محترم بكارة نجم الكل بيشهد له سواء داخل المستطيل او خارج المستطيل كابتن حسام حسن الراجل شغال كمان احلاله يعني النهاردة كان فيه جلسة طويلة جدا في الاتحاد كان موجود كابتن حسام وكابتن مرهيب وكابتن سليمان وكابتن وليد بد موجودين معنا مع مجلس الادارة الراجل قال انا مسافر برضو يتابع الأولمبيات وعينه على كتير جدا من لعب المنتخب الأولمبي لان ده هيكون امتداد للمنتخب الأول فهذا فيما يخص المنتخب المنتخب الأولمبي الحمد لله الرحلة موفقة جدا وعندنا جيل محترم ومعنا مدير فني واحد من افضل المديرين الفنيين اللي انت تتعامل معهم طبعا يعني واحد واخد ذهبية ريدي جانيرو مع المنتخب برازيلي اما تشتغل معاها تلاقي منظم جدا حماسي جدا جدا بيعرف يحفظ لعبته فعندنا امل للمرة الاولى ان احنا في الأولمبيات مش عاوز اقول المعجزة لكن نحق اللي محق انهوش قبل كده ومش كتير على المنتخب المصر مش كتير على الجلدة اللي ظهر في كاسة أمام الافراكية في المغرب بصورة كانش حد انا هدفي دايما انه ما اعطاكش عشان تسترسل في كل شيء ولكن هل ميكالي في لحظة من اللحظات قبل الكابتر حسام حسن كان ضمن مرشحين لتولي مهمة المنتخب الأول بعد فيتوريا حقول لحضاك حاجة وبيقدر ان هو يقفل على نفسه صح وبأقل شيء يعمل لك توليفة جميلة جدا فانا دلوقتي لو انا جيت خطي ميكالي انا خلاص يعني عندك منتخب شغيان لا سيبه زي ما هو يكمل يحقق لك الترجل اللي انت عاوزه الامل اللي انت عاوزه الحلم اللي انت عايزه ومعاك مدير فنك بيدي كابتر حسام يشتغل فده فيما يخص المنتخب الأوليمبي وان شاء الله بإذن الله عندنا الامل الكبير لما تيجي بقى تقول لي احسن الناس كلها تقولك ايه تحاد الكرة عاملية ايوه ده ناس فشلة شوف انا بكلمك ايوه انا باسمع ده كله ايوه انا نفسي على السوشال ميديا ما هو للأسف الشريف للأسف الشديد اسهل حاجة عندنا دلوقتي اه الاتهان وما يسمعكش مصر على رأله ايوه انا كالتحاد الكرة لما جينا زي ما قلتلك عندي قطاع المداتبين المدرب لازم تأهله من خلال الرخص ومن خلال المحاضرات وخلافه مش عيف اللي قابلينا لكن الرخص الخاصة بالتدريب او بالمدربين كانت متوقفة لسنوات عديدة مش مدرب عارف ياخد رخصة بي ولا رخصة اي عشان يشتغل بها برا ولو خدها غير معترب بيها في الدورات اللي برا لضعف المحتوى العلي جينا دكتور جمال محمد علي في البداية رجل اكاديمي اشتغل كويس جدا عمل محتوى علمي غير كل اللي كان موجود عشان لتحاد الافريقي عفوا عشان لتحاد الافريقي يسمح لك بعودة الرخص غير المحتوى اشتغل وعكف عليه مع ناس متخصصة اكاديميين رجل اكاديمي ورجل مدرب عمل محتوى علمي على اعلى مستوى اتحاد الافريقي اقتنع بهذا المحتوى العلمي وبناء عليه وافق على عودة الرخص تدريبها لمصر عظيم انت في الفترة اللي احنا موجودين فيها عملنا على الرخصة دي اللي هي تبدأ عشان تدخل للرخصة سي والرخصة بي ورخصة اي مش عاوز اقول لك اكتر من 176 دورة على مستوى مصر كلها رخصة بي ورخصة سي ما شاء الله حاليا ثلاث دورات اي في مصر شغالي الاولى شغالة التانية بالتوازي والتالتة هتكون في شهر عشر فاصبع عندك يعني 90% من المدربين اللي موجودين في مصر بدأوا يحصلوا على الرخصة حنشترط الرخصة دي انت مثلا رخصة الاقل من الاي في خلال 3 سنين لو ما قدمت تشتاخد الاعلى يبقى كويسون طيب وقف ما لكش شغل انت لازم تجدد نفسك لازم تشوف ايه الجديد لازم تطور من نفسك ففي قطاع المدربين شغالين بالاتفاق مع الشركة المتحدة برضو الراعي معنا في الاتحاد وبذكرها طبعا شكرا جزيلا الناس عاملة شغلة على الاعلى مستوى ومع وزارة شباب ورياضة دكتور أشرف صبحي يعني مش وزير فقط واحد مننا وانت تحسها طبعا راجل اكاديمي راجل عائل عارف هو ماشي زي احنا كنا عاملين حاجة قريبة جدا للمدربين بالاتفاق مع احد الجامعات البريطانية هنا في القاهرة مدربين من انجلترا على الاعلى مستوى دخل فيها عدد كبير جدا من المدربين ومدرب المنتخبات الوطنية عظيم كانت احسن فاحنا فيما يخص المدربين دورات شغالة عملية المعايشة اختارنا حاليا بس بدون اعلان اسماء لغات من اعلنها رسمي مثلا عدد من 3-5 مدربين طالعين معايشة في الفترة اللي جاية دي في الفرق الاوروبية فبدأ نفتها ما تيجي القطاعات الناشئين اللي عندك احنا لما جينا لم نوفق في المنتخبين الاثنين اللي كانوا موجودين ستة وثلاثة وديرت لهم حكاية انا فيه صورة من الصور اللي كانت معروضة دلوقتي مع المنتخب الفين وستة اللي انا بعتبره مولادي والجلدة من افضل الاجيال اللي موجودة في كرة القدم المصري تمام اللي كان موجود مع الكابتن محمد وهبة وكابتن عصام عبد اللي هو المدرب العام المدرب في البنك الاهلي حاليا مع الكابتن طارم وصفة ومعاهم كان الكابتن مؤمن عبدالغفار وكابتن ايمان طارق الجلدة في عدد من اللاعبين فيهم عمر خضر اللي هو محترف حاليا في اسطنفيل ولد 2006 موحش في اسطنفيل فيهم احمد عبدين اللي بيطلع الفريق الاول في النادي الاهلي فيهم عمر سيد معوض انا مش عاوز انتسا حد انه مولادي كلهم عمر سيد معوض يعني لولا يعني ربنا يشفي لصابة اللي جاتك في الصريبي كان جاي له عقد في الريال في اسبانيا صحيح فيهم ابراهيم وحسام عادل التوأم في النادي الاهلي ابراهيم عادل وحسام عادل التوأم زي ابراهيم حسن وحسام حسن وواحد برضو مهاجم وواحد باك ان شاء الله عليهم كسروا الداني فيهم محمد عبدالناصر اللي بلعب في المقاولين فريق اول حاليا في الدولة العام في 2006 في الولاد فيهم محمد السيد في الزمالك فيهم يعني عندنا حارس مرمى نادي زد وحارس مرمى متخبط في 2005 يعني ولاد على اعلى مستوى الجيل ده تخيل ان هو لعب ما يزيد عن 21 مباراة اتهزم في 3 وفاس في الباقي حيل وخرج للأسف الشديد من المغرف في مباراة كانوا بلعبوها دفاع قدام المتخم مصري من البداية لاخر دقيقة خطفوا جنة خطأ من المدافع وهم اللي بدافعوا قدامك لكن حاليا الجيل ده ممتد مع الكابتن واق الرياض في 2005 حاليا ممتاز عندك 2005 مع الكابتن واق الرياض عندك 2007 مع الكابتن وسامة نبي عندك 2008 مع الكابتن احمد الكاس وشارك مؤخرا في دورة شمال افريقيا الودية لمنتخبات 2007 هو اللي كان بلعب ب2008 يعني عمره اكبر فاز على الجزائر على تونس على المغرب على لبي